بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا 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 وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف السادس الابتدائي أسعد كثيرا بلقياكم وأستمتع بهذه الدقاق التي أقضي معكم وأعود وأنا في شوق كبير إليكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف السادس الابتدائي وأرحب بكم أجمل وأحسن ترحيب كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ محمد الكبيشي وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس من آداب المجلس وإلى أهدافنا التي نسعى لتحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى أول هذه الأهداف أن يقرأ الطالب الحديث قراءة صحيحة أن يبين الطالب كلمات أو معنى كلمة من مجلسه أن يعرف الطالب براوي الحديث أن يستنبط الطالب فائدتين من الحديث أن يقوم الطالب بحال الأنشطة والتقويم هذه بعض أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى في الدرس الماضي عرفنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وعرفنا تواضعه صلى الله عليه وسلم في مجلسه وعرفنا سماعه لجلسائه وعرفنا كذلك بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم مع جلسائه كما قمنا بحال الأنشطة والتقويم وإلى مراجعة تلك الفقرات عرفنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه كان يجلس بين أصحابه وكان يأتي الرجل أو الشخص أو الداخل للمجلس فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكن يتميز عن أصحابه بشكل أو هيئة أو بمجلس وإنما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم يجلس معهم يأكل معهم يجلس حتى مع أطفالهم ويمازح أطفالهم صلى الله عليه وسلم وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان متواضعا كان يجلس مع أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم رسول الله حتى يسأل ومن تواضعه كراهته صلى الله عليه وسلم أن يقوم أصحابه له إذا دخل المجلس قال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومع كونه هو الرسول وهو نبي هذه الأمة سيد المرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين ومع ذلك إذا دخل لا يطلب منهم أن يقوموا إليه لا لا ليس هذا فقط وإنما يكره أن يقوموا إليه ولذلك عرفوا هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يكونوا يقوموا له لأنهم يعرفون أنه يكره هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف آداب الحديث كان يستمع للناس عندما يتحدثون إليه كان يصغي لمن حدثه ولو كان في كلامه جفاء وغلظة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد لاحظوا لم يقل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان فيه جفاء وغلظة والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك لاحظوا كيف أتى بالسؤال في غلظة فيه شدة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أنا أشدد عليك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بكل لطف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له سأجيبك عن سؤالك فقط قال سل عما بدلك أي شيء في بالك اسأل عنه أنا مستعد لإجابتك سأجيبك سأخدمك وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم إلى نهاية الحديث لم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراجه أو طرده وإنما قال له سل عما بدأ لك فعامله بلطف و استمع إليه حتى انتهى من حديثه كان صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم و لم يرى صلى الله عليه وسلم إلا دائما يحب الابتسامة بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة كان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم مشرق الوجه مع جلسائه فعن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت و لا رآني إلا تبسم في وجهي و لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بمجالسته و يحسون بلطفه الناس دائما تحب الشخص البشوش المبتسم و تقترب منه و لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا بين أصحابه هذه بعض الفقرات التي تعلمناها في الدرس الماضي أما الآن فسننتقل إلى الفهارس ثم ننظر إلى موضوع درس اليوم و فقرات درس اليوم إذن موضوع درسنا لهذا اليوم من آداب المجلس و هو في صفحة 54 فافتحوا على هذه الصفحة أما فقرات درسنا لهذا اليوم التي سنستفيد منها بإذن الله و نستمتع و نتعلم فهي كما يأتي أولاً تمهيد بنوانه للمجالس آدابها و هو عبارة عن مقطع كرتوني نص الحديث بيان معاني الكلمات من عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوائد الحديث حل الأنشطة و التقويم فقرات جميلة و مفيدة بإذن الله تعالى سنستمتع بإذن الله أنا و إياكم بمتابعتها أترككم الآن مع هذا العرض للمقطع الكرتوني للمجالس آدابها المجلس مزدحم ألا يوجد مكان أجلس فيه السلام عليكم يا أبناء و عليكم السلام و رحمة الله و ركاته ولكن لماذا تجلس على الأرض يا فيصل لم يفسح لي أحد لأجلس ما لكم يا أبنائي ألا تعلمون أن للمجالس آدابها و منها التفسح في المجلس للداخل إليه ولكننا لم نشعر بدخول فيصل المجلس يا والدي يبدو أنه غفل عن إلقاء السلام عند دخوله هذا سلوك غير مقبول يا بني فالسلام عند دخول المجلس أو الخروج منه هو من أهم آداب المجالس التي ينبغي لنا مراعاتها أعدك يا عماه بأن لا أخفل عن ذلك بعد اليوم وهل هناك آداب أخرى يا عم؟ نعم يا بني من هذه الآداب ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مجلسكم من مجالس الخير صلى الله عليه وسلم لا تنسوا يا أبنائي دعاء كفارة المجلس قبل الانصراف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أحسنتم 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 بارك الله فيكم شكرا لكم على هذه المتابعة أسألكم عن المقطع السابق في المقطع السابق كان هناك أولاد يجلسون في مجلس وهناك ولد يجلس على الأرض ما اسمه هذا الولد؟ أحسنتم فيصل لماذا كان يجلسوا على الأرض؟ أحسنتم بارك الله فيكم لأنه لم يجد مكانا ولم يفسح له أصحابه لكي يجلس قال الرجل لماذا لم تفسحوا له لكي يجلس معكم؟ اعتذروا بشيء لماذا لم يفسحوا له؟ لماذا؟ أحسنتم لأنهم لم يشعروا بدخوله لأنه لم يسلم عليهم إذن هل الدخول للمجالس دون السلام؟ هل هذا موافق للأداب أداب المجالس؟ أم الذي يوافقه هو أن ألقي السلام والتحية عندما أدخل للمجالس؟ أحسنتم إذن هناك أداب للمجالس نعرف من هذا المقطع أن هناك أداب للمجالس ذكروا عدة أداب منها ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها التفسح في المجالس منها إلقاء السلام منها ختام المجلس بكفارة المجلس تعالوا لكي نقرأ هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينهان في هذا الحديث عن شيء ما الشيء الذي ينهان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم عن إقامة الرجل من مجلسه لكي يقعد فيه شخص آخر هل المقصود الرجل فقط؟ هل المقصود الرجل فقط؟ هل المقصود الرجل فقط؟ أم؟ هو شامل للذكر والأنثى؟ أحسنتم هو شامل للذكر والأنثى معاني الكلمات من مجلسه ما المقصود بالمجلس هنا؟ من مجلسه هل المقصود طرده من المجلس؟ أم المكان مكان الجلوس؟ آه إذن المقصود مكان الجلوس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه يعني من مكان جلوسه ثم يجلس فيه ثم يجلس فيه فإذا جلس وسبق إلى المكان فهو أحق به فلا يقام من هذا المكان لكي يجلس فيه آخر وهذا من عدل ديننا وهذا من عدل ديننا واحترام أداب المجلس وحقوق الناس راوي الحديث من هو؟ أحسنتم عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه إذن هو ابن من؟ ابن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه هذا الصحابي كان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الإبادة كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب وعندما يجي ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويحاكي النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة زاهدا في الدنيا وكان متواضعا لم يكن متكبرا وإنما كان متواضعا لا يلقى صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه إذن هو الذي ينقل لنا آداب المجلس هو كان مؤدبا بآداب السلام كان مؤدبا بآداب السلام ويسلم على الصغير والكبير ويعطيهم حقوقهم فهذا الصحابي حريص على العبادة لماذا يفعل ذلك لأنه كان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم في وجوه الناس وهو يسلم ولذلك اقتدى به رضي الله عنه من فوائد الحديث أولا الحث على التواضع المقتضي للمودة الذي يقيم الناس من مجالسهم لكي يقعد هو هل هذا دليل على التواضع أم دليل على الكبر والغرور حسنتم دليل على الكبر والغرور ولذلك نحن نتواضع ولا نقيم أحد من مجلسه بل إنما نجلس نحن حيث وجدنا أي مكان ولا نتكبر على الناس ونقيمهم من مجالسهم وإنما نجلس في أي مكان نجده حيث ينتهي بنا المجلس ولذلك لا يجوز لرجل أن يقيم آخر من مجلسه بدعوة أنه اعتاد الجلوس فيه والحكمة في هذا النهي حفظ حق المسلم حفظ حق المسلم هذا واحد وأن إقامة الرجل المجلسي يولد العداوة هو البغضاء كل شخص يجلس في مكان فإنه واستقر فيه فإنه يرتاح في هذا المكان ولا يرضى بأن يأتي أحد ويقيمه من مجلسه فهذا حق من حقوقه أليس كذلك؟ أليس هذا حق من حقوقه؟ ولذلك يغضب الشخص حينما يقام من مجلسه لكي يجلس فيه آخر وهذا ينافي العدل وينافي العدل وهذا حق من حقوق المسلم أنه إذا استقر في هذا المكان لا يقام ولكن لا يأتي شخص ويقول هذا مكان ويأتي من الغد ويجلس فيه ومن بعده وإنما من سبق إلى المكان فهو أحق به من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى به مجلسه ولا يقيم أحدا أنا دخلت للمجلس وجدت هناك مكان فارغ أجلس فيه في أي مكان في هذا المجلس ولا ألتزم مكانا معينا ولا أقيم أحدا من مجلسه كذلك في الفصل عندما نأتي إلى الفصل الدراسي عندما نأتي إلى الفصل الدراسي فإننا لا نقيم زملاءنا من مكانهم ثم نجلس فيه وإنما من جلس فيه المكان يعد الفصل الدراسي مجلسا من مجالس العلم والتعلم وتبدر من بعض الطلاب بعض الأخطاء المتعلقة بذلك ودون المخالفات بالاشتراك مع مجموعة هناك بعض المخالفات التي تحدث داخل الفصول بعض المخالفات يحدد مثلا المعلم أو الإدارة أو هناك مقاعد معينة ثم بعد ذلك يسبق إليها هذا الطالب ويحدد له هذا المكان ثم يأتي بعد ذلك من يجلس فيه مكانه هذا لا يصح لأن الإدارة حددت هذه الأماكن لهذا الطالب أيضا بعض الطلاب يدخل ولا يسلم في الفصل ليدخل ولا يستأذن من المعلم أو من المعلمة هناك أخطاء كثيرة نريد أن ندوم بعض هذه الأخطاء مثل أيضا مقاطعة المتحدث ورفع الصوت أثناء الحديث وإقامة زميلك من مكانه والجلوس فيه هذه بعض الأخطاء التي نشاهدها في بعض الفصول الدراسية ننتبه لمثل هذه الأخطاء ولا نقع في مثل هذه الأخطاء لماذا نتعلم؟ نتعلم لكي نعمل أليس كذلك؟ وأنا عرفت أنني لا أقيم أحدا من مجلسه لكي أجلس فيه فأقدر جلسائي ولا أقيمهم من أماكنهم أقدرهم ولا أقيمهم من أماكنهم وإذا دخلت في مجلس فأجلس حيث انتهى بي المجلس أجلس حيث انتهى بي المجلس وصلنا إلى التقويم ما الحكمة من النهي عن إقامة من سبق إلى مجلس والجلوس مكانه؟ لماذا نهينا عن إقامة الشخص من مكانه لكي نجلس فيه؟ قلنا إن هذا العمل يدل على ماذا؟ على التكبر والغرور أليس كذلك؟ وفيه أيضا ظلم لصاحب هذا المكان الذي جلس فيه ولذلك من حفظ حق هذا الجالس أننا لا نقيمه من مجلسه أننا لا نقيمه من مجلسه إذن حفظا لحق المسلم ومنعا من حصول العداوة والبغضاء حفظا لحق المسلم ومنعا من حصول العداوة والبغضاء السؤال الثاني أبينوا كيف دل الحديث على أن التواضع من أخلاق المسلم؟ كيف دل الحديث على أن التواضع من أخلاق المسلم؟ كيف عرفنا ذلك من الحديث؟ أحسنتم مبارك الله فيكم عرفنا ذلك من الحديث لماذا؟ لأن المسلم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقيم أحدا من مكانه ولا يقيم أحدا من مكانه إذن جلوس الداخل حيث انتهى به مجلس وهذا دليل على التواضع وعدم الغرور إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لعدبكم شكرا لإصائكم شكرا لذوقكم ألقاكم في درس آخر بإذن الله تعالى وأنتم ونحن في صحة وعافية وفي خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته